الجزء المهم جداً إحنا كمصر النهاردة شايفين مستقبلنا كله في الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والهايدروجين الأخضر عشان كده الحقيقة وده كان تكليف للمجموعة الوزرية للتمنية الصناعية برئاسة السيد الفريق نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنائب أن نشتغل بصورة كبيرة جداً وسريعة جداً على سرعة توطين مكونات الألواح الشمسية والمحطات الشمسية ومحطات الرياح بسرعة جداً يتعمل لها المصانع التي تمكن مصر إن شاء الله أن هذه الصناعة تكون صناعة محلية ونقدر أن نتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الرياح لأن بالفعل إحنا تعقدنا كوزارة كهرباء في الفترة السابقة على كميات كبيرة جداً من المشروعات اللي إحنا هندخل بيها الطاقة الجديدة والمتجددة لكن مش عايزين إن إحنا يبقى الاعتمادنا على السراط لهذه المكونات عشان كده إن شاء الله هيبقى كل شغلنا الشاغل للفترة الجاية سرعة توطين هذه الصناعة المهمة جداً جوا البلد علشان نبقى الاعتماد في الأساس على المكون المحلي ونتجنب إن إحنا نستورد مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة الجزء ده أنا عايز هنا أقدم ويمكن دي أنا اتكلمت فيها مع السادة الوزراء النهاردة إن إحنا بتنقول حنجيب شحنات كبيرة جداً عشان نعدي الصيف ولكن مهم جداً نستمر في خطط الترشيد بتاعت الكهرباء وده اللي أنا أكدت عليه مع السادة الوزراء النهاردة في المجلس إن إحنا نتابع كلنا خطة الترشيد للجهات الحكومية في هذا الأمر ولكن مرة أخرى أنا بوجه رسالة للمواطن المصري الحكومة بتتكبت أرقام كبيرة جداً 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 عشان نوقف خطة تخفيف الأحمال لكن كل ما يقدر المواطن يساعدنا في عملية الترشيد في هذا الموضوع حيبقى كلنا حنستفيد من هذا الأمر فأنا بقدم الطلب للمواطن المصري العظيم اللي بشكره على تحمله لخطة تخفيف الأحمال للفترة اللي فاتت إن أنا بطلب منه في نفس الوقت وإحنا بنشكره إنه يساعدنا في موضوع الترشيد ويبقى عندنا وعي مجتمعي كلنا كل ما حنقدر إن إحنا نرشد كل ما ده حيخفف عن الدولة عب الكمية المبالغ اللي إحنا بنجيب بيها شحنات علشان نتجاوز موضوع تخفيف الأحمال فهو ده اللي أنا حبيت إن إحنا نبدأ به المؤتمر النهاردة